نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار أوضح المركز أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024 ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري فما ناشد المركز جميع وسائل الأعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين